اشتركوا في القناة وقائمتين قائمة الحقيقة فازت بمية وتسعة صوت والقائمة الاخرى ستة اصوات فقط قائمة الاستاذ جمال العلام رئيس اتحاد كرة القدم للاربع سنوات القادمة او سنتين ونص القادمتين انا اسف ثم الاستاذ خالد الدرندلي امينا نائبا للرئيس ثم كابتن عامر حسين كابتن حازم امام كابتن محمد بركات كابتن محمد ابل وفا دكتور اهاب الكومي لواء حلمي مشهور ثم الاستاذة دينا الدكتورة دينا الرفاعي هذا هو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري خلال السنتين ونصف القادمتين الحمد لله والشكر لله ربنا كرمنا واصبح عندنا اتحاد كرة منتخب خلي بال حضراتكم من 2019 وحتى الان لغاية النهاردة الساعة واحدة او اتنين هي لجان لجان موجودة من الفيفا هي اللي بتدير عدت علينا لجان كتير قوي استاذ عمر الجنيني والاستاذ احمد مجاهد وقبله كان فيه لجنة اخرى انا الواحد نسي يعني لجان اللي كانت موجودة ولجنة خماسية وبعدين لجنة ثلاثية وبعد كده استقالة من الثلاثية اصباح الثنائية لحد الانتخابات اللي كانت النهاردة فقدي احنا سعداء ومبسوطين ولكن ولكن ايه اللي هيحصل في لجنة الحكام هناك امور كثيرة جدا ملقا على عاطق على عاطق هذا المجلس لانه المجلس ده لازم لازم يكون واخد باله ان هناك امور يجب ان يتم حلها وفي اسرع وقت في اسرع وقت وانا اسف انا هنيت الجميع من اول الاستاذ جمال علام لبقية الاعضاء ولكن النادي الاهلي حاليا يحتاج الى مجلس ادارة الاتحاد كرة قدم منتخب عندي مباراة يوم 5 فبراير عندي مباراة يوم 5 فبراير ونهائي كأس الامم الافريقية هتبقى يوم 6 فبراير كيف سيلعب النادي الاهلي يوم 5 فبراير انا اسف جدا ان انا يعني بقول لكم مبروك وفي نفس الوقت بقوا طالب حضراتكم ان انتوا تكونوا واقفين مع النادي الاهلي خلال الفترة القادمة ده دوركم على فكرة النادي الاهلي ولو اي نادي اخر عنده هناك هذه المشكلة حضراتكم لازم توقفوا معاه ولكن النادي الاهلي يحتاج الى وقفة اتحاد كرة قدم منتخب استاذ احمد مجاهد استاذ احمد مجاهد وعد اتحاد او وعد النادي الاهلي في حديث صوتي كرئيس للاتحاد او كرئيس للجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وعلى الهواء مباشرة وعد النادي الاهلي ومجلس ادارته ان تكون النادي الاهلي سيلعب مبارياته في كأس العالم بكامل نجومه ومنتخبنا الوطني سيلعب مباراته ان شاء الله المباراة النهائية بكامل النجوم النادي الاهلي فمن فضل حضرتك او من فضل حضراتكم يجب على الجميع ان يلتزم بما تم قوله من ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم في ذلك الوقت انا مش دعوة مين اكس انا ليه دعوة ان الاتحاد المصري في هذا توقيت عمل كده وشكر الناس واحنا النادي الاهلي يعني شكر الاستاذ او المهندس احمد مجاهد على هذا الامر لان احنا افتكرنا ان في حل حتى الان حتى الان النهاردة خمسة يناير والمباراة كمان شهر بالزبط شهر بالزبط ومش عارفين ايه اللي هيحصل مش معقولة مسؤول رسمي طلع يهزر مش معقول مش معقول ما عندوش معلومة اهو ما قالش طبعا ايه المعلومة قالك ليس كل ما يعرف يقال ماشي وقلنا كلنا مش عايزين نعرف ولكن هل من الممكن ان يكون هناك مسؤول في اتحاد كرة القدم المصري لغاية النهاردة ساعة اثنين الضهر او واحدة الضهر لغاية ما تم اعلان النتيجة طلع يهزر مش ممكن انا عارف المهندس احمد مجاهد ما بيعملش كده اكيد عندو حاجة ايه هي الحقيقة ما قالش الحد فالمسؤول ان هو يعرف ايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاي والتحاد كرة القدم المصري الحالي المنتخب المنتخب والمنتخب اه ب اغلبية كاسحة مية وستة صوت من مية مية وتسعة صوت انا اسف من مية وستاشر واحد باطل وستة اده للقايمة التانية فبالتالي انت اتحاد كرة قدم في ظهر الجمعية عمومية كل الناس تنتظر ماذا سيفعل اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة اللي جاية واول هذه الاختبارات اختبار النادي الاهلي ثم لجمة الحكام لجمة الحكام ده اختبار صعب جدا 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 النائب احمد دياب كان موجود مبارح قال لي لا ممكن جدا ان احنا نقول ان ممكن يكون في رئيس للجنة الحكام ممكن يكون فيه في المستقبل رئيس لجنة الحكام هو قال ان هو مع مجلس منتخب اتحاد كرة القدم ممكن جدا يكون في حاجة جديدة فيه بالنسبة للجنة الحكام دي كانت توقعات يعني برضه عشان فالناس حتى مبارح يعني لما اتقال هذا الكلام اثار حفيظ بعض الاعضاء اللجنة الثنائية فشوفوا مين او العضوي اللجنة الثنائية لكن في النهاية اللي عايز اقوله لحضراتكم ان كل اللي بيحصل ده ان شاء الله ان شاء الله يعود على كرة القدم المصرية بكل خير خلال الفترة اللي جاية ويعود على النادي الاهلي بكل خير عندك كاتحاد كرة قدم منتخب موضوع مهم جدا 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 النادي الاول في مصر والنادي الاول في افريقيا وانا هنا بقول هذا الكلام بناء على حقائق النادي الاول والنادي الاول في افريقيا عنده مشكلة كبيرة جدا ان هو هناك تعارض في المصابقة نهاية كأس الامم الافريقية وبداية كأس العالم للاندية ايه اللي هيحصل ارجو من اتحاد كرة القدم اللي بنبارك له انا اسف ان انا يعني بباركه في نفس الوقت باخد الكلام او بقول لكم ايه المشاكل اللي موجودة لكن عندنا مشاكل كتيرة جدا وحنحاول نتراحى دائما على الاتحاد المصري كلهم اصدقائي بالمناسبة زي ما حضراتكم عارفين فيهم مجموعة موجودة من الجيل اللي انا كنت بتشرف ان انا بنتمي اليه الحقيقة فبالتالي انا عارف تفكيرهم عارف انهم هيقدروا يعملوا حاجة كويسة خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله تكون حاجة جيدة تليق باسم او باقدم اتحاد كرة قدم في افريقيا وان شاء الله يكون اتحاد كرة منتخب باغلبية صاحقة علشان يجيب حقوق الاندية ان شاء الله هو ده اللي حيحصل خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة